بهذه الطريقة يحتفي عناصر الميليشيات في العراق بمرور سنتين على مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشي الحجد أبو مهد المهندس في غارة أمريكية استهدفتهما في مطار بغداد أنصار الميليشيات أقاموا وقفة في نفس المكان الذي كان مسرحا للضربة التي وجهتها طائرة أمريكية بناء على أمر من الرئيس السابق دونالد ترامب لتصفر عن مقتل أحد أبرز مهندسية السياسة الإقليمية لطهران والمكلب العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني سننتقل من الحكام السعوديين الذين يتصورون أن بأموالهم يعيدون الحكم الأموي وسنحاسب الأمريكان السنتان اللتان يعقبتها العملية شهدتان شاطا متصاعدا للميليشيات التي رفعت شعار الانتقام بدءا من عقد جلسة برلمانية جرى فيها التصويت على طلب انسحاب القوات الأمريكية بالكامل كما تكثفت الهجمات ضد المصالح الأمريكية استهدفت غالبا محيط السفارة الأمريكية في بغداد أو قواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي كقاعدة عين الأسد في الأنبار ومطار أربيل ووجدت الميليشيات في الأرتال التي تنقل معدات التحالف الدولي صيدا سهلا فتكررت الهجمات التي استهدفتها ما تسبب بقطع الإتاوات التي كانت الميليشيات تتقاضها مقابل مرور تلك الأرتال وفقا لمراكز بحوث أمريكية وتقول العديد من التقارير الغربية أن سليماني أشرف على عمليات قمع متظاهري ثورة التشرين في فترة حكومة عادل عبد المهدي وهما أكده أيضا نائبه محمد رضف الأحزادة الذي قال إن سليماني ساعد على تثبيت ما سماها الحكومة الإسلامية في العراق ويرى مراقبون أن مقتل سليماني مثل ضربة موجعة لمشروع إيران في المنطقة وأن محاولات الميليشيات التي أسسها في العراق التغني بما فعله لا يمكن أن تمحو من ذاكرة العراقيين وغيرهم من شعوب المنطقة الجرائم البشعة التي ارتكبها هو وميليشياته في بلادهم والتي ما زالت آثارها شاخصة في أكثر من مكان